وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَلَارُضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سبحانه وتعالى عما يشركوا ونفخ في السور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخر فإذا هم قيام ينظرون وعشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وصيق الذين كفروا إلى جهنم الزمراء حتى إذا جاءوها فتحت أبوالها وقال لهم خزنتها ألم ياتكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلئ ولكن حقت كلمة العذاب على الكفرين في لدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبيث مثوى المتكبرين وصيق الذين اقتقوا ربهم إلى الجنة زمراء حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم مطلبكم فأدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا لرضا نتفوأ من الجنة حيه نشاء فنعم أده العالمين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وأضع بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم